السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهار ده ناخد ايه? ناخد الجمع مع عادة التسمية. والجمع مع عادة التسمية سهل جدا وانت شاطر جدا تعال نجرب كده. طب ما جمع مع التسمية دي اسمها ايه? خوارزمية معيارية عشان ما تستغربش قوي من كلمة. اسمها ايه جميل? خوارزمية معيارية. طب تعالي نجمع. هنا الرقم الاولاني مكتوب كان خمسمية تسعة وسبعين زائد تلتمية اتنين وستين. عايز اقولك حالحاجة. الطريقة دي رأسية يعني وقفين فوق بعض كده يعني كل رقم الاحال تحت الاحال. العشرات تحت العشرات. المقال تحت المقال. طب ما ممكن المسألة تكون مكتوبة افكي. زي يقول خمسمية تسعة وسبعين زائد تلتمية اتنين وستين. اه هي ممكن تكتب كده. بس بصراحة افضل ان انا اكتبها في الوضع الرأسي عشان اقدر اجمع. طب تعالي نجمع. اما جا اجمع باب تأمل احالي. معي يا جميل? طب تعالي نبدأ بقى هنا. اما جا اقولك. تسعة زائد اتنين. حداشر. طب انا لو مش عارف اجمع. عادي جدا. الكبير في دماغي. التسعة واثنين على ايدي. بعد التسعة عشر احداشر. هنا قعدت التسمية. هل ينفعك اكتب حداشر? لا. ده بتكتب خانة واحدة بس. يبقى اقول لها. واحد. واطلق بالواحد معي. بداية. واحد وسبعة كامل? تمانية. تمانية زائد ستة. اه احط كامل في دماغي. التمانية. وطلع الستة على ايدي. بعد التمانية تسعة عشر. احداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. هل اكتب اربعتاشر كلها? لا. هكتب اربعة. مش حبيبي. واطلق بالواحد. واحد وخمسة ستة. ستة وثلاثة بعد الستة. سبعة تمانية تسعة. ايه انا هي. طب عايزة اقراها تسعة. تسعمية واحد واربالي. سهلة جدا. تعني اخذ واحدة تانية. نقراها الاول. مكتوب كام? تمنتلاف تسعة واربالي. زائد ستلاف مية تسعة وتسعة. زي ما انا قلت لحضرتك. لازم كل خانة تحت سحبتها. عشان ما امتش. احد تحت احد. عشرات تحت عشرات. مئات تحت مئات. حد الالاف مع احد الالاف. تسعة وتسعة. تمنتاشر. هل هكتب التمنتاشر كلها? لا يا ميس. انا هكتب التمانية. واطلع بالواحد. واحد واربعة خمسة. خمسة زائد تسعة. خمسة زائد تسعة كانت اربعتاشر. طب انا مش عارف. كان في دماغي التسعة. كما على ايدي الخمسة. بعد التسعة عشر. احداشر. اتناشر. اتناشر. اربعتاشر. اكتب اربعتاشر. لا. هكتب اربعة. واطلع بالواحد. سهلا هي. واحد وصفر. واحد 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 اتنين. تمام. تمانية زائد ستة. كام? رفع عليك. اربعتاشر. بصي حبيبي. في فين فاصل كراءة. طب عايز اقراها. اربعتاشر الف متين تمانية واربعين. تعال نفهم تاني. افراد اديتها لك في صيغة لفظية. يعني مسألة كلامية. هقر المسألة بالراحة كده. بقول ايه? تذهب مستعمرة نمل في مسيرة عبر الغابة. للبحث عن الطعام. في هذه المسيرة كون النمل جسري. يتكون الجسر الاول من مية اثنين واربعين نملة. حازك تبقى هاجي كده ولزيز. اول ملائي رقم احط خط. يبقى مية اثنين واربعين نملة. ويتكون الجسر الثاني من مية خمسة وستين نملة. احط ايه? خط. ما عدد النمل المطلوب لكل الجسر. دي رقم زي. كلمة ما عدد النمل المطلوب لكل من الجسرين. يعني انا عايز النمل اللي على الجسر الاول وعالجسر الثاني. هشيل ادات الاستفهام اللي هي ما. وهكتب ايه? عدد النمل. هروح كتبه جميل. عدد النمل المطلوب. يبقى انا بنقل من فوق. ممكن اكتبها. اه بس اسهل لك. اكتبها هي. مية اثنين واربعين زائد كام مية خمسة وستين. ايش عايزة لغلط الشقة ان احنا بناخد من الاخر. انا بجمع من الاحاد. يعني اتنين زائد خمسة كام ساعة? اربعة زائد ستة. عشرة. هكتب العشرة لا. هقول سفر واطلع بالواحد. واحد واحد اتنين واحد ثلاثة. طب تلتمين وساعة. هسكت? لا ما يفعش. لان دي مسألة لفظية. وانا بتكلم عن عدد النمل. يبقى هنا في حاجة اسمها تميز. هو تميز نملة. جميلة جدا وسهلة. تعال انا اخد تاني. عشان احنا محتاجين اكتر. انا لسه بقولك انا اكتبتها بالشكل الافق. هي تجمع تجمع عادي. يعني انا هجمعه. ممكن اقول تمانية. بجمع كده يا جماعة. احد زائد احد. تمانية وصف. تمانية. تمام. سبعة واحد. تمانية. خمسة زائد سبعة. سبعة في دماغه. خمسة على ايجي. بعد السبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر. هكتب اتنين. ومعايا الواحد. اهي. واحد واربع. خمسة. خمسة واربع. تسعة. مثل انت. اه الجامعة عمليه. ابدال يركز معايا. طب واحد واثنين. تلاتة. احط فصل الكراءة. تسعة وتلاتين. الف امتين. تمانية وتمانين. طب احلالي ايه? ان انا حطها ايه? رأسي. يعني الاحاد. ايه يا جماعة تحت الاحاد. نفس الكلام. تمانية زائد سير. تمانية. سبعة زائد واحد. تمانية. خمسة زائد سبعة. اتناشر للسائلين. اتنين ومعايا. الواحد. واحد واربع. خمسة. عمسة واربع. تسعة. واحد واثنين. تلاتة. ادي فصل الكراءة. كام? تسعة وتلاتين الف متين تمانية وتمانين. طب ما هي ايه? يبقى احنا كده صح وكده صح. ناخد واحدة كمان. ادي المسألة. هلها نقرأ يا جميل. خمسمية واثناشر الف تلتمية وعشرين. زائد مية ستة وتلاتين الف ربعمية وتمانين. طب احلى حاجة نعمل اللي هي. لسه ايه لها الحضرتة. احطها. ايه? رأسي. يعني تحت تحت ما. سفر زائد سفر. سفر. اتنين وتمانية عشرة. سفر واطلع بالواحد. واحد وثلاثة اربعة. اربعة واربعة. تمانية. اتنين زائد ستة. تمانية. واحد زائد تلاتة. اربعة. خمسة وواحد ستة. فصل الكراءة. بقرة ارقام. يبقى كام? ستمية تمانية واربعين الف وتمانمية. نتبع هنا ستمية تمانية واربعين الف وتمانمية. ناخد كمان لفزي. اعرق كده معي. بيقول اشترك احمد وعمر. اتنين احمد وعمر. اشترك فيه مشروع. دفع احمد تلاتاشر الف سبعمية وخمسين جنيه. ودفع عمر خمستاشر الف وتلتمية جنيه. فما اجمالي تكلفة المشروع. كلمة اجمالي يعني انا هجمع. طب انا اجحل ازاي دي مسألة بلوظية. اشيل اداة الاستفهام اللي هي فامة. وهقول ايه? اجمالي تكلفة المشروع. قلنا اجمالي هعمل ايه يا جماعة? هجمع. طيب لينا الطريقتين. بس الافضل اما اجمع اروح اضطاها تحت بعض. يبقى دي خمسة جميل. سبعة تلاتة واحد. ادي فاصل القراءة. زائد. جميل. هنا ايه? اللي هنا سفر في الاحد. سفر. تلاتة. فاصل القراءة. ودي الخمستاشر. ابدأ باجمع. الاحد مع الاحد. سفر زائد سفر. سفر. خمسة زائد سفر. خمسة. سبعة وتلاتة. عشرة. اكتب عشرة. لا. هكتب سفر. واطلع بالواحد فداية. واحد وتلاتة. اربعة. اربعة وخمسة. تسعة. واحد واحد اتنين. احط فاصل القراءة بعد. تلات خانات. تسعة وعشرين الف وخمسة. يلا انا بقى شطرة وخلصت. لأ طبعا. دي مسألة لفظية. نقصة ايه? التميز. طب هنا التميز بتاعك كان كلمة ايه? جنيها. وهنا جنيها. يبقى التميز. جنيها. الا التميز يا جميل. التميز ده بينقص. يبقى انا كده خدنا الجمع. تمام? وخلصنا. وسأل جدا نقول مساء اللفظية بتاعنا. اتمنى ان احنا تكون فهمنا. تنسى اشتامل لايك وشير عشان يوصلك كل الفيديو حبيبي. والى اللقاء ان شاء الله.